موسيقى وابراهيم كان خليل الله والمسيح صانع المعجزات بس خلينا سألها أنه ينعمل المعجزات ده عمل كل المعجزات بس عملها كمان بطريقة مختلفة حتى لو في حد عمل المعجزات زيه هو عملها بطريقة مختلفة يعني مثلا نايلية وقليشة وبطرس لما جم علشان يقيموا ميت كل واحد في صلي يا رب من فضلك تعال تقيم الميت ده من فضلك لكن المسيح ترى الكلام ده في إنجيل وعصح سبعة المسيح داخل قرية اسمها نيين لقى فيه موكب بتاع واحد ميت طالع فالموكب ده المسيح رح ويف تصدر الموكب ووقف الموكب وندعها على الميت قال له أيها الشاب لك أقول قم لا خلينا أقف لحظة هسأل السيد المسيح هو أنت مين هو أنت مين عشان تدعو الميت يقوم أنا بنديته الحياة في الأول وإنا بديله الحياة تانية لما جاء عند ابنة ييروس يا صبيا قومي لعازر لما جاء عند العازر في يوحن أصحى 11 لعازر هلما خارجا هو بيعطي الأمر لأنه هو صاحب السلطان لما جيش في الأعمى خليني أعف عند النقطة دي لما جيش في الأعمى شاف الأعمى من خلال أنه حط طين فانيه لو الترابيزة اللي هناك دي اللي وقفة دي المعمولة رجليها من الحديد انكسرت وحبيت أن أنا ألحمها رح تجيب شوية شمعة وروح تمسيحهم وروح تخططهم على حوالين الحديد كده وحطت الحديد مع بعضه تنفع ما تنفعش الترابيزة رجلها من حديد عشان تتصلح تتصلح بالحديد المسيح حط طين على عنين الأعمى لأنه الأعمى الإنسان معمول من الطين يبقى المسيح لما يجي يصلحه يصلحه بالطين وكأنه عاوز يعلن أنا اللي عملته الخالق أنا الخالق وأنا اللي بصلحه نلاقي المسيح الله لو جه على الأرض إنه هو في شكل إنسان نلاقي الله لا يحده المكان وزمان نلاقيه يعرف المستقبل ويخبر بالمستقبل وده المسيح فعلا مرات كتير أخبر بموته وأخبر عن خراب قرشاليم نلاقيه يعرف الغيب بقف قدام كلمات أو مكتوبة في الكتاب المقدس مثلا في إنجلوق أصحاح 22 نلاقيه المسيح بيكلم التلاميذ يقول لهم عندما تدخلون المدينة يصادفكم رجل حامل جرة ماء اتبعاه علشان يجهزوا للعشاء الأخير أنا بتخيل الرجل اللي حامل جرة الماء ده راح عبل جرة الماء وماشي والمسيح وقاف هنا مع التلاميذ هياخدوا مسافة لغاية لما يوصلوا عند ماء المدينة والراجل ده يكون الراجل ده موجود في التوقيت ده يلاقوه ده ممي مش وراء مين اللي حاسب التوقيت ده ودي علامة لأنه كمان الرجال ما بتحمل جرة الماء يعني بالتحديد تمام تمام يقول لبطرس خد سنارتك وروح ارميها والسمكة التي تطلع أولا افتح فما هتلاقي فيها إستار تلاقي الكلام ده في إنجيل لو إنجيل مطع ساحة 17 بدخل بطرس راح البيت وجاب السنارة والسمكة مستنية وبعدين ماشي على الشاطئ عايز يرمي هنا هو لأ ناس كتير بترمي هنا هو فرح يدور على مكان فاضي شوية عشان والسمكة ماشي وراه وبعدين يرمي السمكة تاخد السنارة بتاعته مين مين الشخص اللي يقدر يتحكم في كل هذا لكن يعرف الأفكار يقع في تكلم المسيح يقول لماذا تفكرون في قلوبكم أكذا بعد كده لازم تظهر صفات الله المطلقة في سلوكه اليومي زي المحبة المطلقة نلاقي المسيح أحب يقول يحن في هذا قد عرفنا المحبة احنا عرفنا المحبة لما شفنا المسيح